موسيقى نشرة اخبارية جديدة من اوريانت مرحبا بكم مشاهدين الكرام والبداية بالعنامي مظاهرات في مدينة الطبقة تؤكد رفض المصالحة مع نظام اسد وتطالب باطلاق سراح المختطفين في سجون ميليشيا قسد وفي الشمال السوري مظاهرة في مارع تؤكد تمسك بمبادئ الثورة واسقاط نظام اسد بعد ايام من انتخاب الحلبوس رئيسا لمجلس النواب العراقي هجمات تستهدف مقرات اكبر الاحزاب السنية في بغداد روسيا تبدي استعدادها لمناقشة ملف الضمانات الامنية مع الغرب وتحذر من ضم اوكرانيا للنيتو وواشنطن تؤكد جاهزيتها لكل الخيارات وفي النشرة ايضا مفاوضات تركية ارمينية في روسيا لتطبيع العلاقات بين البلدين اهلا بكم من جديد تظهر المئات من اهالي مدينة الطبقة غرب الرقة مؤكدين رفضهم لما يسمى باتفاق المصالحة مع نظام اسد وللمطالبة باطلاق سراح المختطفين في سجون ميليشيا قسد ترجمة نانسي قنقر وفي ريف حلب تظهر اهالي مدينة مارع لتأكيد تمسكهم بثوابت الثورة السورية المتمثلة بالحرية والكرامة واسقاط نظام اسد ترجمة نانسي قنقر استهدف تفجيران منفصلان مبنيين يتبعان لأكبر تحالفين للسنة في العراق وسط العاصمة بغداد وكالة لانادول نقلت عن مصدر عسكري قوله ان مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة مقرة حالف تقدم في منطقة الاعظمية شمال بغداد في حين استهدف اخرون مقرة حالف عزم في منطقة اليارموك غرب العاصمة دون ان يتسبب التفجيران بخسائر بشارية يأتي ذلك بعد ايام من اختيار محمد الحلووس رئيسا لمجلس النواب العراقي ورفض قوى الاطار التنسيقية الموالية لميليشيا الحشد مخرجات الجلسة الاولى للبرلمان انضم الينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ باسل الكاظمي مرحبا بك معنا استاذ باسل بيترى اي رسائل يرسلوا او ترسلوا بهما هذان التفجيران الى الجميع في العراق وسط هذه الحالة المعقدة سياسيا الان سيد العزيز جميع المؤشرات والمعطيات هي تشير بان هذه الرسائل واضحة بان هناك اطراف لا تتعامل بلغة الحوار او تتعامل بنظام دولة تتعامل بلغة البندقية والسلاح وتتعامل بسياسة نظام لا دولة فتحصيل حاصل اليوم عندما يتم استهداف عزم وتقدم هذا يدل بان هناك اطراف التي تمتلك فصائل مسلحة ومليشيات هي التي بانه بامكانها ان تنقل رسالة الى الطرف الاخر بان نحن بامكاننا بانه ان نحرق العراق وبامكاننا ان نستهدف اي مقر اذا لم نأخذ حصتنا من هذه الكعكة وتكون حكومة توافقية لكون اليوم المؤشرات بانه هي حكومة اغلبية وطنية والذي بانه دعا اليها السيد مقتل الصدر واكدها يوم امس وبالتالي لنا استاذ باسل ان يعني نعتقد بانه ما حدث اليوم في هذين التفجيرين هو ترجمة لما خرج عن الجلسة الاولى للبرلمان التي رفض فيها الاطار التنسيقي ما صدر بخصوص محمد الحلبوسي على وجه التحصيل تحصيل حاصل تحصيل حاصل لكون الاطار التنسيقي يحاول بكل الوسائل ان تكون المرحلة القادمة مفصلة على مقياسهم لكن الوضع الراهن لا لا يس من الممكن ان يكون لدي دور للفصائل المسلحة والميليشيات وادرع ايران في داخل ارقاء هذا جانب جانب هناك مهم واساسي سيد العزيز اليوم حتى المواطن العراقي هو يعرف من هم المتصارعين وما هي نواياهم وما هي الاسباب لكن سيد العزيز اليوم من هل المواطن العراقي هو الذي يمتلك عبوات والمواد المتفجرة وغيرها ام هذه الفصائل هل المواطن العراقي يمتلك اسلح الكاتيوشة والصواريخ التي تقصف على المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية لا ان هذه الفصائل فكل المؤشرات والتهم تصب او توجه اتجاه هذه الاطراف وبالتالي نسأل هنا استاذ باسل الامور الى اين تتجه في العراق وسط كل ذلك يعني ما هو تأثير ما حدث اليوم من فوضى وعنف وانفجارات على الحالة السياسية سيد العزيز الامور تتجه الى مصير مجهول والايام القادمة يحبل بالمفاجآت لكون الطرف الآخر الذي يمتلك سلاح ومليشيات هو لا يريد ان يمتلك ثقافة او لديه ثقافة بان يرخل تحت قبة المرلمان جانب معارضة ولماذا واحد استغنوا عن الجانب التنفيذي لماذا لديكم ثقافة تكون قدمين قدر من الجانب التشريعي وقدمهم بالجانب التنفيذي وضحت الفكرة اكتفي معك بهذا القدر وأشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي أستاذ باسل الكاظمي كنت معنا عبر الهاتف من بغداد في تونس اغلقت قوات الامن عددا من الشوارع المؤدية الى شارع الحبيب بورغيبة وسط العاصمة وذلك لمنع المتظاهرين من احياء ذكرى الثورة التونسية ترجمة نانسي قنقر قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان الامور تراكمت في التوترات بين موسكو وحلف شمال الاطلسي ان صبر بلاده قد نفد حيال ما اسمها التهديدات الغربية لروسيا مطالبا واشنطن والنيتو برد مكتوب بشأن مطالب بلاده في ملف الضمانات الامنية لقد تراكمت الامور لقد تراكمت على مدى الفترة التي تلت التسعينيات عندما ألقى شركاؤنا بالوعود التي قطعت حول عدم توسع حلف شمال الاطلسي وعدم نقل بنيته التحتية العسكرية شرقا وعدم نشر قوات عسكرية كبيرة في أراضي الأعضاء الجدد في سلة المهملات لقد أجرى الحلف أكثر من خمس موجات توسع باتجاه حدودنا هناك قواعد في منطقة البلطيق وفي بلدان أخرى وفي شمال أوروبا ويجري إنشاء قواعد جديدة في البحر الأسود والإنجليز أنشأوا قاعدة في أوكرانيا ونحن لا نستطيع أن نقبل ذلك لأنه نهج غير مقبول قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المسار الدبلوماسي بحسن نية ولكنها مستعدة أيضا للرد إذا معتدت روسيا على أوكرانيا نحن على استعداد لمواصلة الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المحيط الأوروبي الأطلسي ونحن مستعدون بنفس القدر إذا مختارت روسيا مسارا مختلفا وما زلنا ننسق بشكل مكثف مع الشركاء بشأن التدابير الاقتصادية الشديدة ردا على غزو روسي آخر لأوكرانيا اعتفقت تركيا وأرمينيا على مواصلة المفاوضات بهدف الوصول إلى تطبيع كامل العلاقات دون شروط مسبقة جاء ذلك في بيان الخارجية التركية حول أول لقاء بين الممثلين الخاصين تركي سيردار قليج والأرميني روبين روبينيان في العاصمة روسية موسكو حيث أوضح البيان أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية بناءة تبادل خلاله وجهات النظر الأولية حول عملية التطبيع بين البلدين في خبرنا الأخير ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب قطار في البنغال الغربية شرق الهند إلى ثلاثة عشر قتيلا وعشرات الجرحة اشتركوا في القناة بهذا مشاهدين الكرام نكونوا قد وصلنا لختم نشرة الأخبار شكرا لكم على كرم المتابعة للمزيد من التفاصيل والمعلومات زوروا موقعنا عبر الانترنت orient-news.net إلى اللقاء اشتركوا في القناة